على رغم من قراءاته الثانية لا يزال قانون الدعم الطار للأمن الغذائي محل جدل وقلق القوى السياسية ومقاوف تعتريها ما من فقرات فيها جنبة مالية قد تستغل في غير محلها أو تكون بابا من أبواب الفساد قانون الأمن الغذائي أتمنى هذا القانون يمشي حسب الرئيسي قدمت الحكومة أثير حوله الكثير من الجدل السياسي قانون الدعم الطار للأمن الغذائي في نسخته الجديدة بعد قراءته الثانية ما زال يتعرض لنقد من السياسي ومخاوف تعتريهم بسبب هذا القانون فالبرلمان أنجز القراءة الثانية للقانون وهو الآن في محل التعديل والنقاش المستفيد للوصول إلى نسخة ترتضيها الكتل السياسية نواب عن الإطار التنسيقي شددوا على إن الإطارة والمتحالفين معه شديدوا الحرص على صرف الأموال وذهابها إلى مستحقيها لمنع الفساد فيها أو هدرها بقصد أو بدون قصد لذلك يستقرئ البعض قانون الدعم الطار وما أخفاه من فقرات قد تكون عرضة للاستغلال من الحكومة وصرف الأموال في موارد لن تكون في صالح المواطن العراقي وهذا ما أخر القانون وحال دون إقراره فضلا عن رفضه من المحكمة الاتحادية ولهذا أعلنت كتلة دولة القانون تقديم الإطار التنسيقي مقترحاً موازياً لقانون الدعم الطار للأمن الغذائي وكذلك ما طالبت به اللجنة المالية وزارة المالية لمناقلة الأموال المتبقية من عام 2021 بين الوزارات وقد تكون هذه الحلول هي الأفضل بالنسبة لداعمي قانون الدعم الطار في توفير العناء والجهد الذي يبذل في مناقشة هذا القانون وتأخر إقراره فثم تنواب أشار إلى أن هذا القانون وإن تم التصويت عليه وتمريره فإنه سيصطدم بالمحكمة الاتحادية على اعتبار أن القانون يتضمن تخصيصات مالية موضع الشك والريبة وهي قد ترد بالقانون وإسقاطه بسبب احتوائه على جنبة مالية والبرلمان ليس من صلاحياته اقتراح القوانين التي تحتوي على تخصيصات مالية